اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الدولية لتعزيز مساعي التنمية والأمن والاستقرار مشيرا سموه إلى أن الشراكة الدولية أثبتت فعالياتها في التصدي لمختلف التحديات التي يواجهها العالم وهي مرتكز لترسيخ دعائم الأمن والسلام العالمي نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظ الله بقصر الرفاعة اليوم بحضوري سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جون شفمن المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حيث نوها سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما حققه المعهد من نجاحات متواصلة في الإعداد والتنظيم لمنتدى الأمن الإقليمي حوار المنامة ومنها النسخة السابعة عشر التي استضفتها مملكة البحرين مؤخرا منوها سموه بما يمثله المنتدى من منصة عالمية فاعلة لتعزيز التواصل وتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأبعاد المؤثرة على مسارات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بما يعزز القدرات الدولية في التعامل مع التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب وأشار سموه إلى أهمية الدراسات البحثية كقاعدة تستند إليها الاستراتيجيات الدولية والجهود المبذولة لتعزيز أسس الأمن والاستقرار منوها سموه بالدور الذي يطلع به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في هذا الجانب من جانبه أعرب المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما وفرته المملكة من تسهيلات لإنجاح النسخة السابعة عشر من حوار المنامة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدمي ولا الزهارة